اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة هل هالفترة هي داماجينج لجسم ولا هي مفيدة لجسم؟ سؤالك مهم سؤالك مهم اكيد فيه اشخاص ممكن انه يستفيدوا من هالفترة فترة الصيام اكيد تيرجعوا لزيتون يعني اكيد هيدا شغلة احنا ما فينا نحكي عن هالموضوع هيدا بس اذا نحكي عن الجسم وقت اللي الجسم يقعد لفترة بلا ما يكل ممكن هيدا يفيدوا لانه اذا كان خاصة اذا كان شخص كتير بتناول مأكلات معينة بعد وقت معين بانكرياس كبد على صعي وقت اللي يكون هالشخص هيدا كتير عم بيزيد من استهلاك المأكلات اكيد الصيام بيساعدوا انه يرجع يحط الاشياء محلة يقدر يرجع ينظم حاله بس على المدى الطويل يعني وقت اللي نتعدى الشهر بيصير تأثيروا على الجسم سلبي لسبب كتير بسيط انه اذا نحنا بفترة معينة هلأ في كتير اشخاص يمكن صايمين مش عم بيقدروا يوصلوا لاحتياجاتهم الغذائية بالكالسيوم بالحديد هلأ اوكي لفترة شهر بيمشي الحال بس اكتر من شهر بيصير فيه ريبركوسيون على الجسم على مخزون الجسم ببعض الفيتامينات واكيد وقت اللي الوقت اللي ناكل فيه محدد كتير او قصير بيصير صعب انه نوصل لاحتياجاتنا الغذائية سو الصيام او الانترميتينت فاستينغ او الصيام خلال فترة رمضان او حتى خلال فترة يعني الكرام الصيام المسيحي بيساعد بس بنلازم نعرف شغلة انه لازم ننتبه اول شي شو عم ناكل بفترة الوقت اللي نحنا فينا ناكل فيه واذا نحنا عارفين ننظم حالنا ما في مشكلة بس اذا نحنا ما عم نعرف ننظم حالنا بعد شهر ممكن هيدا يأثر سلبا على صحتنا لانه الرزير بتصير بتخف وبتصير تأثر سلبا على صحتنا مشان هيك لازم نعرف كيف نشرب كيف ناكل وكيف نقصم واشباتنا بالساعات اللي نحنا مناكل فيها سو اهم شي السوائل شو ما كان الصيام السوائل اهم شي لانه مثل ما حكينا هذيك المرة انه اول شغلة نحنا ما بتخلينا نعيش لفترة طويلة هي وقت اللي بنقص بصير في عنا جفاف سو الماء اهم شغلة ان كان ماء او سوائل مهم نختار السوائل اللي بتعطينا غير انه عم تعطينا ماء عم تعطينا فايدة اضافية عم تعطينا عناصر غذائية اضافية يعني يا هلترى هيدا المشروب اللي نحنا عم ناخده فيه كالسيوم فيه بروتاين فيه فيتامين فيه ألياف عم يعطينا غير الماء اكيد نبتعد عن المشروبات اللي فيها سكر لانه السكر نحنا فينا ناخده من غير السكر يعني اللي هو كاربوهايدريت كلها بالوجبة من بعد من بعد الشربة أو من بعد اللبن أو من بعد الماء. نحن مش بحاجة لهذا السكر السريع. إذا شخص عنده هبوط كتير حاد بالسكرية بيعاني من مشاكل السكرية أكيد بده ياخد كمية ولكن مدروسة لازم ننتبه الكمية اللي عم ناخدها ونحسب لحساب خاصة الأشخاص هاللي بيكون في عندهم تخربط بمعدلات السكرية. أكيد نبتعد عن المشروبات اللي بتحتوي سكر مضاف. هلأ بتسألني أوكي العصير شو وضعه؟ العصير هو صحيح طبيعي. بس إذا نحن عم ناخد عصير بنرجع بعدين منكل حلو بنرجع بعدين مناخد فويكي نحن تعدينا الكمية اللي نحن بحاجة إلها خلال 24 ساعة. سوأكيد أفضل شي نبلش بالماء. نرجع بعدين نفضل السوائل اللي بتعطينا عناصر غذائية يمكن نحن ما عم نقدر ناخدها ديزون إذا نحن هلأ صايمين ما عم ناخد ما عم نتسحر الصبح سويمكن لازم نفكر ندخل لبن حليب مشتقات الحليب لأنه هي هيده بعتقد من الاشياء اللي صعب أنه نقدر نكون عم نقمنها بشكل صح خلال فترة السيام. أو ناخد شوربة لأنه شوربة يمكن فيها فيتامينات شوية فيتامينات وخاصة تعطينا أليف وننتبه بعدين نحن كيف نقسم كمية الماء اللي نحن بنكون عم ناخدها يعني نحن إذا أخذنا سكر بالشراب إن كان أمردين أو كان يمكن جليب عم ناخد سكر مع الماء بس نحن بعدين عم نرجع ناخد حلو. سوى خلينا هالسكر المضاف اللي نحن ما لازم نتعدى خلينا نقول خمسة لعشرة بالمية من السعرات الحرارية اللي نحن بناخدها خلال النهار خلينا ناخدها كحلو ناكل إذا بدنا ناكل سويتس أو ندخل حلو بأكلنا خليها تكون حصة حلو صغيرة من أنه تكون مشروب لأنه عادة أن الناس اللي بتشرب سكر ما بتعدن أو ما بتحس فين ناخد أورنجوز مثلا بتصور كمية كبئية هي خمسمائة كالوري صغير مش هلقد لا حسب كبر الكبئية وقت اللي نحكي عن العصير بيضل العصير أفضل من الشراب أكيد لأنه بيحتوي على سكر طبيعي موجود من الفويكة بس معك حق أنه لازم ننتبه على قديش عم نحط فويكة بها كبئية العصير عادة معدلة الكبئية هي تقريبا ثلاث حصص فويكة أكيد أفضل نكلهم من أنه نشرب العصير بس نعرف حالنا نحن أنه هالسكر اللي عم ناخده من الفويكة وقت اللي عم نشربه بالعصير عم بيفوت بسرعة أكتر على الجسم وبرجع بقول الأشخاص اللي بيكون عندهم مشاكل بمعدلات السكرية هده بيأثر أكتر من أنه يكلوهم كفويكة حبة من بعد كل وجبة هلأ مننتقل من بعد الإفطار أو من بعد ما نكون أخذنا يمكن القهوة أو أخذنا الشاي نعرف قديش عم ناخد خلال خلال 24 ساعة لأنه كمية الماء وكمية الجفاف بتأثر على البرفورمانس طبعيتنا تاني يوم نحن مهم كتير أنه نمرق على قليلة ست أكواب لخمس يعني ستة لثمين أكواب من الماء خلال الفترة اللي نحن عم نيكل وعم نشرب فيها هيدا المينموم بس إذا نحن أشخاص عم نمشي عم نعمل رياضة الكمية بتزيد وهون برجع على الماء بالأكل يعني نحن وقت اللي ناخد مأكلات فيها خضرة وقت اللي ناكل فويكة هيدا كمانا كمية سوائل نحن عم ندخلها على جسمنا ما نروح دغري نقول أوكي أنا صايم صايمة لفترة طويلة معلش فيني مرق حلو اليوم معلش خليني بلا هالوجبة الأكل بلا هالحبة الفويكة أو بلا هالسلطة خليني يروح أخد حلو لأنه أنا بحاجة لهالسكر لا خليني بلش بالفويكة وإذا بعدين فيك محل الحلو ساعتها حصة الحلو بتكون أصغر وهيك بنكون حتى بفترة الصيام نحن ما أزينا صحتنا وأكيد بنكون سهمنا بإدخال كمية ماي كافية على جسمنا سو وقت اللي نقول خمس حصص من الخضرة والفويكة هيدا شغلة كتير مهمة يعني لازم على قليلة يكون في عنا وجبة مهمة من الخضرة لأنه فيها مي إن كانت شربة شربة خضرة أو سلطة أو يمكن يخني نحنا بنكون عم نساهم بكمية المي اللي نحنا عم نخدها ونرجع بعدين نقسم الفويكة اللي نحنا لازم نكون عم نكلها خلال النهار يعني حصتين لتلاتة لأنه هي كمانة هيدا بتعطينا كمية سوائل نحنا بحاجة كمانة إلى سو إذا نحنا مننتبه كيف عم نقسم أكلنا منكون عم ناخد حوالة 800 لليتر من السوائل بس من الأكل إذا كان أكلنا منتظم وفيه خضرة وفويكة بشكل كيفي مع أنه تعرفي ناتالي اليوم فيه أورنس كتير جبيرة بكنا عم نحكي هذا النهار إنه كتير فيه تواجه من الناس حتى مع الصيام إذا كان عند المسيحيين أو المسلمين فيه أورنس ينظموا الأكل تبعهم ولكن المايندسات تبعنا بيكون دايما نحنا إنه هذا الشهر مش لح نكون عندنا ضوابط هذا الشهر مش لح نحط رولز علينا لأنه نحنا خلال كل السنة بركي بنشتغل هيك منحب المايندسات إنه لأ نحنا فينا نكون أكتر إذا بدك نقطع المارجن تبعنا بتصور بعتقد لازم نستفيد من السيام كرميلتا نعمل مثل ريسات ليمكن أنماط غذائية مالنا كتير صحية لقلنا ونستفيد من من هالفترة هايتها نرجع ننظم أكلنا فينا ننظم أكلنا فينا ننظم ثلاث واجبات خلال فترة السيام فينا مثلا نفطر نرجع بعدين الساعة تسعة نرجع ناخد واجبة خفيفة ننتبه دايما نشرب قبل الواجبة هيك منكون على القليل يأمننا كبيتين لثلاث كبيت من الماء نرجع بعدين إذا قدرين ننفيق على الصحور نبلش بالسوائل قبل ما ناكل وإذا كنا أكيد عم نصوم للساعة 12 وبعدين عم نرجع ناخد نرجع ناكل مهم أنه ناخد كمية سوائل كافية لأنه الأشخاص عادة بيأكلوا وقت اللي بيكونوا عطشانين وهيدي شغلة بعتقد لازم ننتبه لنا كلنا أوقات الدماغ ما بيفرق بين العطش والجوع وبيلتجئ دغري للأكل وما بيشرب غلا وقت اللي كتير يكون عطش والعطش هيدا دليل جفاف يعني ونكون على القليل يخسرنا 2% من المي اللي نحنا بجسمنا وهيدا بيأثر على إيدينا وعلى تركيزنا وإلى آخري سو ما ننطر تنعتش كتير تنشرب نقول أوكي نحنا أنا مشربت اليوم خليني بلش بالمي قبل ما بلش أكل حتى إذا كان قبل من الساعة من الأكل مش غلط أو حتى أقصر يعني أقرب من الساعة بس دايما نحط الماء قبل ما نلتجي للمأكلات أنا سؤال من المشاهدين من حدا من المشاهدين إذا حدا معه سكري التمرتين بالنهار منيح ولا مش منيح شخص عنده سكري بيقدر يكل الفواكة المهم يعرف أول شي كمية الفواكة اللي عم بياخدها وإذا كان تمر فيه ياخد تمر المهم أنه ياخدها بعد الأكل مش بالأول لأنه السكر اللي موجود بالفواكة بينخلط بباقي المأكلات بيصير امتصاص وأبطأ أكيد بيقدر ياخد تمر بس ينتبه أول شي على الكمية وكيف عم ياخدها برفيك نتالية تانكيو مرسي إلك أنا بشكرك على كل المعلومات مشاهديننا نحن وقفة ولحن نرجع لكم